بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في خدمة دروس ودرسنا اليوم هو للصف الخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني من مادة العلوم وموضوع الدرس والتغيرات الفيزيائية كيف تتغير حالة المادة الدرس من إعداد المعلم فاضل عبدالله بخاري وتقديمي محمد المجدوع دعونا أعزائي الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ درسنا نستعرض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها بإذن الله تعالى في هذا الدرس وهي أولا توضيح مفهوم التغير الفيزيائي ثانيا تفسير التغير في حالات المادة المختلفة ثالثا توضيح المقصود بشذوذ تمدد الماء دعونا نتأمل الصورة الماثلة أمامنا لدينا أوراق بيضاء ما الذي حصل لها؟ ما الذي حصل من خلال ما ترى؟ أيوة فيما قص يعني إيش؟ قصصنا الأوراق قصصات صغيرة إذن تحول الورق إلى قصصات صغيرة هذه نسميها قصصات الورق طيب لما أجيب لك كمية من القصصات هذه الوحدة إيش بتعرفها على طول؟ أي على طول نقول ورق قصصات من الورق إذن السؤال هل تغير نوع المادة هذه؟ مادة الورق هل تغير نوعها؟ أيوة طيب شلي حصل؟ شلي حصل؟ أيوة تغير ممتاز تغير الشكل إذن المادة كانت ورقة مستطيلة كبيرة تغير شكلها وتحولت إلى قصصات إيش؟ نعم ممتازين تحولت إلى قصصات صغيرة هل تغير النوع؟ المادة؟ اللون؟ لا لم يتغير نوع ولا لون إذن لازالت الورق نفس المادة الورق ولكن تغير الشكل إذن ممتاز تغير شكل الجسم دون تغير نوع المادة المكونة له يعطيكم العافية طيب إذن المادة توجد في كم حالة؟ من خلال ما تشاهده الآن كم حالة للمادة؟ أيوة الحالة ممتاز ثلاث حالات طيب خلونا نشوف وش الحالة الأولى؟ خلونا أخذ مثال الماء على المادة الماء يعتبر مادة طيب هذي وش الحالة الأولى للماء؟ أيوة ممتاز ماء في حالة صلبة اللي هو إيش؟ تلج جيد نعم طيب وهنا أيوة ممتاز ماء في حالة سائلة اللي هو الماء السائلة طيب هذا اللي يطلع أنا ما أبغل لجوه أترك ما عليكم اللي جوه هذا اللي يطلع لما يكون عندك كأس فيه شراب ساخن إيش اللي يطلع هنا؟ بخار الماء طيب بخار الماء وش حالة؟ سائلة؟ نعم ممتاز غاز إذن لديه صلب ولديه إيش؟ سائل ولديه غاز إذن كم حالة للمادة؟ ثلاث حالات هذه الحالات هي من صفات المادة نصف فيها المادة لما نصف مادة نقول مادة صلبة مادة سائلة مادة غاز هذه صفة من صفات المادة لكن أي صفات هذه؟ أيوة ممتاز إذن حالات المادة من الصفات الفيزيائية من الصفات الفيزيائية للمادة هي الحالات للمادة لما نصفها الصلبة أو السائلة أو الغازية طيب خلونا نشوف جزيئات المادة الصلبة كيف تكون والسائلة نشوف جزيئاتها كيف تكون ونشوف الغازية كيف جزيئاتها كيف تكون ونقارنهم قارن يلا الآن خليك فكر انظر للأشكال الثلاثة وقارن بين جزيئاتها اشتلاحها في yours ممتاز أيوة نجد أن الجزئات المادة الصلبة بينها روابط كثيرة مترابطة نعم مترابطة ومتقاربة فلذاك تكون صلبة السائلة مترابطة أيضا ولكن هل في نفس درجة ترابط الصلبة؟ أقل أيوة ممتاز أقل ترابط نجد فيها روابط بس قليل ليس ذي الصلبة لو نروح للسائلة عفوا الغاز أيوة لا يوجد روابط أصبحت الجزئات متحررة عن بعض خلاص أيوة فتكون أكثر حرية في الحالة الغازية الجزئات طيب حلو ممتاز طيب التغير في حالات المادة لو خلنا التغير في حالات المادة وأن المادة تتغير من حالة إلى حالة لو أخذنا قطعة ثلت حالتها إيش شيء؟ ممتاز حالة صلبة ووضعناها لبعض الوقت على الطاولة واخذنا نحسب وقت مع مرور الزمن تبقى الثلت على صلب أيوة نعم يتحول إلى الحالة إيش؟ السائلة طيب طيب نتركه نخلي السائل ونخلي في مكانه نخليه مر الوقت أكثر ايش بنحصل السائل لو تركنا فترة زمن أطول نجد أن الماء بدأ يتناقص حتى ينتهي لم يعد موجود وين راح أيوة تحول إلى غاز تبخر وأصبح غاز طيب إذن المادة تتغير حالاتها من حالة إلى أخرى طيب مالذي يسبب هذا التغير؟ ليش؟ لماذا المادة تحولت من صلب إلى سائل ثم إلى غاز؟ في سبب يلا خلونا نفكر ها وصلت إلى نتيجة؟ إيش ليخلي المادة تتغير حالاتها؟ أيوة طيب حلو خلونا نشوف قارن إجابتك مع اللي بنصل إليه أيوة نشوف المادة في الحالة الصلبة لو لاحظنا نجدها أكثر تراس في جزئاتها متقاربة الجزئات وروابطها قوية روابطها مترابطة في روابط لما تتحول إلى سائل المادة الصلبة تتحول إلى سائل هذا شنسميه؟ من صلب إلى سائل شنسميه؟ نعم ممتاز التحول هذا نسميه انصهار الانصهار تحول المادة من حالة صلبة إلى سائل إيش اللي حصل؟ إيش اللي حصل؟ أيوة ممتاز إذن الحرارة إذن العامل الأساسي ومسبب الأساسي لتحولات المادة هو الحرارة عندما تكتسب الجزئات حرارة تكتسب حرارة تتحرر الجزئات وتروح هذه الطاقة الحرارة تروح الطاقة في تحرير الجزئات بين المادة فتصير الجزئات أكثر حرية من حالتها الصلبة فتبدأ في الاهتزاز لاحظ أن الجزئات بدأت تتحرك ليست مستقرة وروابطها بدأت تتوسع أكثر وتقل بسبب اكتسب الحرارة ممتاز عندما تكتسب الجزئات حرارة أكثر هل تبقى سائلة؟ أيوة إذن لما تكتسب حرارة أكثر تبدأ إيش؟ تتحرر الروابط أكثر وش تصير؟ ايش تصير؟ لما تتحول من سائل إلى أيوة ممتاز إلى غاز وهذا التحول نسميه تبخر نسميه تبخر يتبخر السائل ويصبح غاز وتتحرر الجزئات وتزداد حركة الجزئات طيب لما يصير العكس نحن نتكلم الآن عن زيادة الحرارة زيادة الحرارة لما يصير نقصان للحرارة الغاز هذا يتعرض لدرجة الحرارة أقل لبرودة مثلا ما يصير للغاز؟ هل يبقى غاز؟ ها أيوة يرجع الغاز يتحول إلى العكس له السائل ليش؟ لأن الروابط بدأت تتكون أكثر بدأت الجزئات تتقارب تتحول إلى سائل والتحول من غاز إلى سائل وش نسميه؟ تكثف نعم إذن العامل دائم الأساسي في التحولات حالة المادة هو درجة الحرارة ممتاز طيب لما تنخذ الحرارة أكثر إيش يصير للسائل؟ هل يبقى سائل؟ أي نعم إذن السائل يتجمد حالة تجمد ويصبح صلب إذن تتقارب الجزئات تترابط أكثر تعود لحالتها الصلبة إذن العامل الأساسي في التغيرات نعيد نسأل مرضاني منه ممتاز درجة الحرارة أعطيكم العافية لو أخذنا الثلج من غرفة التجميد في الثلاجة ووضعناه على موقد ساخن الحالات المادة هي الصلبة السائلة والحالة الغازية تتأثر بالحرارة كما ذكرنا فلما تحول الجليد إلى سائل وينصهر إيش اللي قاعد يحصل للذرات كما ذكرنا لاحظ نجد عند التحول والانصهار تتفكك روابط الجزئات وتصبح أكثر حركة ثم تتفكك أكثر وتصبح المادة في هذه الحالة إيش أصبح غاز وتبخر الماء جميعه وأصبح حالة غازية طيب ناتي الآن أعزائي إلى السؤال بالتقويم المرحلي التغير الذي يسبب تحول الجليد إلى ما سائل يعتبر تغير إيش هلو كيميائي أم تبخر أم فيزيائي نعطي وقت للتفكير أيوة نعم ممتاز يعتبر تغير فيزيائي بعد ذلك التغيرات في حالة المادة ذكرنا حنة التحولات اللي هو الانصهار و مش بعد الانصهار التبخر والتكثف والتجمد فيه تغير آخر وهو التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية على مباشرة دون المرور بالحالة السائلة من الصلب إلى الغاز يحدث دائما ذلك في مكعبات الجليد لو مكعبات الجليد لو فتحت المجمد حق البرات تجد يطلع بخار من المجمد على طول على طول يطلع بخار الثلج اللي جوه يتحول بخار هذه الحالة مش نسميها أيوة نسميها التسامي ذكرنا التغيرات الانصهار التبخر التكثف التجمد والآن نضيف لها التسامي وهو تحول مباشر من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مثل تسامي مكعبات الجليد أو الطعام المجمد أيضا المواد عندما تتحول إلى الحالة الصلبة من السائل إلى الصلب تزداد كثافة معظم هذه المواد حيث تتقارب لو يحظنا أن تتقارب الجزئات أكثر لما تتجمد تكون متقاربة أكثر وتقل الحركة وتزداد الكثافة تزداد كثافة هذه المواد لكن في حالة شاذة عن هذه القاعدة وهو ما يحدث في الماء عندما يتجمد شذوذ الماء أن الماء عندما يتجمد يتمدد يتمدد الماء لو أحظنا أن الماء في حالة السائل لو لاحظنا نجد أن الجزئات أكثر تقارب في حالة تجمد حجمها ارتفع لم يبقى في هذا ارتفع الحجم أيها ممتاز إيش اللي صار تأمل الروابط والجزئات صارت المسافات أكثر إذن تباعدت الجزئات في حالة التجمد تتباعد جزئات الماء في حالة التجمد فتقل الكثافة لا تزداد ولذلك نجد أن الثلج يطفو على سطح الماء السائل ليش ها أيوة ممتاز لأن كثافة الثلج أقل من كثافة الماء السائل وهذا يعتبر شدود في القاعدة فأن الماء عندما يتمدد عفوا الماء يتمدد عندما يتجمد عكس المواد الأخرى التي تتقلص أثناء تجمدها وتزداد كثافتها عفوا سؤال أعزائي الطلاب والطالبات ماذا يحدث لجزئات المادة عندما نضيف إليها الحرارة إيش يصير له أيوة ممتاز أيوة يعطيكم العافية تسبب الطاقة الحرارية سرعة حركة الجزئات وابتعاد بعضها عن بعض ممتاز ناتي الآن أعزائي الطلاب والطالبات إلى تقويم الختام لدينا القائمة على اليمين فيها رقم 1 التغيير الفيزيائي ورقم 2 التسامي نريد وضع الرقم في المكان الصحيح من القائمة المقابلة نشوف القائمة المقابلة تغير تركيب الجسم وتغير نوع المادة المكونة له أو تحول مباشر من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة تغير شكل الجسم دون تغير نوع المادة المكونة له طيب إيش اللي ناسب التغير الفيزيائي أين الموقع المناسب لنضع فيه رقم 1 التغير الفيزيائي يلا نشوف أيوا أيوا حدثوا ممتاز أيوا يعطيكم العالم إذن التغير الفيزيائي هو تغير شكل الجسم دون تغير نوع المادة المكونة له طيب التسامي قطي عندنا ثنتين تغير تركيب الجسم وتغير نوع المادة المكونة له أم تحول مباشر من الحالة الصلبة إلى الغازية مباشرة يلا نعطي وقت للتفكير بسيط يلا سهلة ما تحتاج نعم ممتاز التسامي هو تحول مباشر من الحالة الصلبة إلى الغازية مباشرة يعطيكم العافية إذن تعلمنا اليوم أعزائي الطلاب والطالبات كيف تتغير حالة المادة وذكرنا أن المادة لها ثلاث حالات الصلبة والسائلة والغازية وأن حالات المادة هي من الصفات الفيزيائية للمادة وذكرنا أن يحدث تغير فيزيائي التغيرات الفيزيائية للمادة مثل الإنصهار والتبخر والتجمد والتكثف والتسامي هذا التغيرات في حالة المادة وهي تعتبر تغيرات فيزيائية أستودعكم الله أعزائي الطلاب في نهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في درس قادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر